بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل موضوع فلاوت كيناماتيكا الموايع ونبدأ اتكلمنا المرة اللي فاتت على وصف الحركة هنردى هنتكلم على Velocity and Acceleration اللي هي السرعة والعجل Velocity Vector زي ما احنا شوفنا بيبقى عندي component في اتجاه I component V في اتجاه J component W في اتجاه K طب الأكسلريشن تبقى عبارة عن AX في اتجاه I AY في اتجاه J AZ في اتجاه K لما ارجع بصنا بيلاقي ان U او V بنقشن في X و Y و Z و T و كذلك V و كذلك W طب انا لما اجيب الأكسلريشن انا بقول ان الأكسلريشن هي التفاضل بتاع هذا الكلام يبقى التفاضل بتاعنا حيدي ايه بارشل V باي بارشل T زائد U بارشل V باي بارشل X زائد V بارشل V بارشل Y زائد W بارشل V بارشل Z ولذلك انا بلاقي زي ما قلنا المدرسة الحديثة ده تغير مع الزمن وده تغير مع ال space يبقى ده time change وده بسميه تغير مع ال space يبقى انا عندي الجوز هنا ده بسميه local change with respect time وده بسميه ال convective change او change with respect to the space زي ما قلنا ال first term بيسمى local acceleration and is non zero only for unsteady ده هيبقى له قيمة في حالة لكن في حالة steady flow القيمة تبقى 0 الجزء الثاني اللي هو ال U في بارشل U بارشل X V بارشل V بارشل YW بنسميه adaptive acceleration أو convective acceleration وده بيديني تغير الحركة بتاعت البارتكيلز مع ال space لما بنجيه عملية التفاضل والجعل ال partial derivative اللي انت درسته في الرياضة حاصل الى هذه العلاقات اللي موجودة قدامنا وده علاقات مهمة جدا جدا لازم تبقى انت عرفها تغير ال acceleration في اتجاه ال X بارشل U بارشل T زي بارشل U بارشل Y زي W بارشل U بارشل Z كذلك في اتجاه ال ال Y بارشل V بارشل T زي U بارشل V بارشل X زي EVY زي W بارشل V إي Parti Z في اتجاه ال Z DIRECTION يمكن بارشل W بارشل T زي U بارشل W بارشل X زي V بارشل W بارشل U زي W بارشل Z أنا عايزك تبصي defenses بتدخيب ال X direction نجد كل ي��이 فوق ال Y-Component التعبقى ال Y-Direction يعني بقول لي لفوق ال V Component بتكلم على Z Direction بقول لي لفوق ال W Component وده بيديني قيم الأكسلاريشنز لما بكون عارف ال Velocity Build وبقدر أحسب الأكسلاريشن بتاعة Fluid Flow أو Fluid Particle بنعرف ال Velocity and Rotational زي ما احنا شفنا وقلنا عندي فيه Rotational Flow طب بحدد هذا الكلام ازاي بحدده بحساب الدوامة الدوامة يعني لو أنا عندي سريان بالشكل ده ماشي في مستوى سطح ترعة أو مستوى سطح بحراب بحراب بيحدث عندي دوامة بالشكل ده اللي السرينس بتاعها عمودي عليها مثلاً لو ده تجاه xy بها ده العمودي بتاعها كي احنا بنعرف فرياضياً البروتستي كابتل اوميجا وده حرف لاتيني بأن كارل بتاع ال Velocity Vector كلمة كارل معناها نبلة Close Multiplication في ال V يبقى الاميجا بتسوي نبلة cross multiplication V والنبلة ديت عبارة عن علامة تفاضل يبقى انا ماجه حطي هنا بتفكي بالمحدد اللي قدامنا ده I, J, K U, V, W partial by partial x, partial by partial y partial by partial z ببتدى فك المحدد بالطريقة اللي احنا عارفينها من الرياضة هيديني partial W by partial y, nice partial v by partial z هتلاقى انا بتكلم عن المستوى y, z يبقى ال directions ال units بتاعنا تجاه عمودة عليها اللي و I باتكلم على zx يبقى العمودة بتاعنا J ال vector بتاعنا J باتكلم على xy يبقى ال unit بتاعنا K يبقى d تدين الدوامة في ثلاث مستويات الصميشن بتاعم بدين الدوامة للسرين الموجودة عندي طب لو انا عندي two dimensional flow xy هصل الى n الاميجا وده قانون مهم جدا بالنسبة لنا الاميجا بتساوي partial v partial x ناقص partial u partial y و ال direction بتاعنا اتجاه K طب السرعة الدورانية للدوامة اللي هي بنسميها الانجلر بروستي بلاقي ان البروتستي ضعف الدوامة طب لو الاميجا دي بصفر بقى يبقى الصرايان ايه irrotational flow لو الاميجا دي لها قيمة يبقى الصرايان irrotational flow وبالتالي كلمة irrotational dependent على قيمة الدوامة اللي احنا شفناها او البروتستي اللي احنا شفنا طريقة حساباتها قدامنا وبالتالي بيطلق على هذا الصرايان في حالة لما بيكون الاميجا بصفر irrotational flow او potential flow ونستكمل محاضرة القادمة باقي موضوع الكاينماتيكس ان شاء الله اشتركوا في القناة